ناس كتير بتحب البيتزا سواء كبار او صغيرين لان طعمها حلو جدا بس الدقيق اللاويض مش صحي وكمان بيرفع السكر في الدم فعشان ناكل البيتزا بطريقة امان وصحية من غير ما نحط الشفان ولا دقيق ولا خبز وعجن تعالوا مع بعض النهاردة نشوف هنعملها ازاي اهلا بكم في قناتي توتي فودي النهاردة هعمل معاكم البدنجام بطريقة مختلفة او شبيه البيتزا هنعمله بطريقة وسيطة جدا وسهلة اتمنى تشوفوا طريقتي ولو عجبتكم تجربوا هنبدأ على طول اول حاجة هنجيب البدنجان انا هنستخدمت حوالي كيلو اللا ربع هخسله كويس جدا في مياه واطلعه من المياه انا شفه وابدأ اقطعه شرايح ولا هي رفيعة ولا تخينة عشان ما تتحرقش مني وتلزق في الصينية ولا ما تستويش بسرعة اقطعه شرايح متوسطة كده زي انتم شايفين وهجاهز السلصة نص كباية طماطم تقيلة نص معلقة ملح شطة حسب الرغبة ربع معلقة سكر نص معلقة كمون معلقة زيت واللي يحب يحط طوم براحتكم هقلب كل المكونات مع بعضها وهجاهز الخضار طماطم وفلفل وزاتون وقطحهم او اي خضار تاني اللي متوفر عندنا هبدأ اروس البدنجان في الصينية تكون مدهونة زيت او فيها ورقة خبز حسب المتاح عندنا بعد كده هحط على كل قطعه من البدنجان الخليط بتاع السلصة اللي احنا عملناها بالتوابل هووزعه كويس جدا وهجيب حوالي 100 جرام من جبنة مبشورة اي نوع جبنة بتسيح او اي نوع اللي متوفر عندكم هبدأ اوزعه على ويش البدنجان بعد ما حطينا عليه الصلصة وهبدأ في اخر حاجة احط الخضار فلفل طماطم بصل اللي يحب يحط فلفل شطة هحط بدنجان حسب المتاح عندنا او المتوفر هنحطه عليهم وبعد كده هندخلها الفورن على درجة حرارة 180 هتقعد حوالي تلت ساعة ونخلي بالنا عشان ما تتحرقش هتطلع بعد كده بالشكل دوت طعمها حلو جدا ولذيزة وصحية ونقدر نكلها بديل للبيتزا علشان ما نحطش دقيقة ابيض كتير في اكلنا ونرفع السكر وده يتأمنة جدا لمرضى السكر واصل النهاردة خلصت عملنا مع بعض بديل البتزا او البدنجان بطريقة مختلفة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشارك في القناة تضغطوا لايك تبعاتوا الفيديو لأهلكم واصحابكم بحبكم جدا جدا ونشوفكم في فيديو جديد ربنا معاكم سلام ترجمة نانسي قنقر